السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخبار النادي الأهلي صباح اليوم الأحد الموافق 25 من أغسطس 2024 وأخبار مثيرة صباح اليوم نبدأها بالعنوين موعد وصول اللاعب أشرف داري من أجل إتمام صفقته مع النادي الأهلي جلسة بين الخطيب وأبو الحسن لحسم صفقة الساعي ونيوم السعودي ينسحب من صفقة أحمد سيد زيزو وترتيب الدور السعودي والهدفين بعد انتهاء الجولة الأولى ونكشف عن مفاجآت الكابتن على صادق اليوم عن حقيقة تورط ولي الدعبس في أزمة أحمد رفعة رحمه الله في البداية من يساك نعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة أكد الإعلامي أمير هشام أن النادي الأهلي أنهى الاتفاق تماما مع نادي بريست الفرنسي من أجل التعاقد مع المغربي أشرف داري مدافع الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية وقال في برنامجه أن الأهلي اتفق مع أشرف داري على كل التفاصيل التعاقدية واللاعب في طريقه إلى القاهرة عقب نهاية مباراة فريقه اليوم الأحد وسوف يصل صباح الاثنين المقبل على أقصى تقدير كل التوفيق إن شاء الله للنادي الأهلي في صفقته مع أشرف داري كما أكد أيضا الإعلامي أمير هشام أن هناك جلسة سوف تجمع بين محمود القطيب رئيس النادي الأهلي ونصر أبو الحسن رئيس نادي الإسماعيل للحصول على خدمات عمر الساعي لاعب الفريق في الموسم الجديد الأهلي قدم عرضا شفويا جديدا بدفع مبلغ 30 مليون جنيه واثنين من اللاعبين على سبيل الإعارة لمدة موسم ولكن الإسماعيلي يرغب في الحصول على 60 مليون جنيه كما أضاف أمير هشام أن الأهلي قد يرفع عرضه إلى 35 أو 40 مليون جنيه والساعي رغبته الانضمام للقلع الحمراء وهو ما أبلغ به المسؤولون في نادي الإسماعيلي قرر مجلس إدارة نادي نيوم السعودي الانسحاب من صفقة أحمد سيد زيزو لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بسبب تجاهل إدارة نادي الزمالك كما أن العرض المقدم لأحمد سيد زيزو لا يستحقه لأن اللاعب لاعب عادي وليس من اللاعبين من العيار الثقيلة ووفقا لمصدر مقرب فإن عرض نيوم السعودي لرحيل زيزو عن الزمالك يبلغ 6 مليون دولار كان سيحصل عليها نادي الزمالك فيما سيحصل اللاعب على راتب سنوي يصل إلى 3.5 مليون دولار في الموسم الواحد كشف التقارير عن رغبة نادي نيوم السعودي في الانسحاب من الصفقة ولكنها تنتظر رد أخير من الزمالك بعد تقديم عرض آخر أقل من هذا العرض وفي حال الموافقة على العرض الأخير الذي سيقدمه نيوم السعودي فيقبل أن يتعاقد مع أحمد سيد زيزو وأكدت التقارير عن توصل نادي الزمالك لاتفاق مع أحمد سيد زيزو ووالده من أجل تجديد تعاقده رفقة نادي الزمالك وسيتم حسم مصير اللاعب خلال الأيام المقبلة نادي الزمالك يسعى إلى حل أزمة إيقاف القيد حاليا خلال اليومين القادمين من أجل إبرام العديد من الصفقات استعدادا للموسم الجديد قبل أن نتحدث عن تورط نادي مودرنس بورت في رحيل اللاعب أحمد رفعة رحمه الله نقوم بهذا الخبر عن ترتيب الدور السعودي والهدفين حيث شهدت الجولة الأولى فوز فريق الهلال السعودي حامل اللقب على نظيره الأخدود بسلاسة أهداف وفوز اتحاد جد على الخلود بهدف نظيف في الدقائق الأخيرة من المباراة في الجولة الأولى كما حقق أهل جد السعودي فوزا هاما على العروبة بهدفين دون رد وتعصر فريق النصر أمام الرائد بعد التعادل بهدف لكل منهما بينما فاز القادسي المتصدر على نظيره الفتح 3 صفر وأصبح ترتيب الدور السعودي القادسية 3 نقاط الهلال السعودي 3 نقاط الأهل السعودي 3 نقاط اتحاد جد السعودي 3 نقاط الاتفاق 3 نقاط التعاون 3 نقاط الخليج السعودي 3 نقاط الرياض نقطة الوحدة نقطة الرائد نقطة النصر السعودي نقطة الخلود بدون نقاط الشباب بدون نقاط الفيحاء أيضا وضمك والعروبة والأخدود والفتحة بدون نقاط عموما نتابع معا الدوري الأسعودي حاليا بعد انتهاء الجولة الأولى نعود إلى مفاجآت علاء صادق الدكتور علاء صادق اليوم أو الكابتن علاء صادق ويكشف حقيقة تورط وليد دابس في أزمة أحمد رفعت حيث كشف محمد رفعت شقيق اللاعب الراحل أحمد رفعت عن تورط وليد دابس رئيس نادي المودرن فيوتشر في أزمة أخيها التي تسببت في وفاته عيث قال محمد رفعت لا يوجد وقيعة بين الدكتور وليد دابس وأسرة أحمد رفعت بعد تفاقم الأمور وتواصلنا وتم توضيح جميع الأمور دكتور وليد دابس أيضا لا يحتاج الشكر يكفي كلام أحمد بأنه مثل والده منذ الدقيقة الأولى يذكر أن المدير التنفيذي السابق لنادي الوحدة الإماراتي قد نفى في تصريحاته عن التواصل أو التفاوض في الصفقة مع الدكتور وليد دابس رئيس نادي مودرن سبورد مؤكدا أنه لم يره مطلقا حتى رحيل أحمد رفعت كما كشف مصدر عن اعتذار الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عن عدم الظهور في برنامجه وذلك للحديث عن أحمد رفعت وتورط نادي مودرن فيوتشر ولكن سبتت الحقيقة بأن هناك استجواب لوليد دابس وأيضا استجواب لأحمد شبير وشوقي والسقة وعلي ماهر في هذه القضية حيث نقوم بتغطية شاملة لهذا الحدث اليوم تغطية خاصة نستعرض من خلالها تفاصيل استئناب جهات التحقيق المختصة في تحقيقاتها في واقعة اللاعب أحمد رفعت من خلال فحص العقود المبرمة بين اللاعب وناديه وسماع أقوى العدد من مسؤولي وزارة الشباب والرياضة والأندية الرياضية وشخصيات رياضية للوقوف على ملابسات الحادث وقد انتهت الجهات المختصة من سماع أقوى كل من نادر شوقي وكيل اللاعب عبد الظهر السق مدير الكرة السابق بنادي مودرنس بورت مسؤولي وزارة الشباب والرياضة إدارة نادي مودرنس بورت والمسؤولين عن اللاعبين علي ماهر المدير الفني للنادي المصري عادل مصطفى المدرب العام لمنتخب مصر الأولمبي والمزيع أحمد شبير وأيمن منصور للاستئلال عن كافة تفاصيل التحقيقات في ملف اللاعب كما استمعت لأقوال أيمن الشريعي رئيس نادي أمبي عن التصريحات التي أدلى بها في أحد البرامج التلفزيونية والخاصة بملف اللاعب وذكرت مصادر أن جهات التحقيق أعدت مذكرة للعرض على النائب العام بشأن ما توصلت إليه التحقيقات والإجراءات المطلوبة خلال التحقيقات وتستمع الجهات المختصة لأقوال أحد مقدم البرامج الرياضية وما تم إزاعته في أحدى حلقات البرامج عن وفاة اللاعب أحمد رفعت وتسلمت جهات التحقيق المجتندات الخاصة باستخراك تصريح صفر اللاعب للاحتراف لمدة عام في نادي الوحدة الإماراتي وكذلك العقود المبرمة بين اللاعب وناديه بالإضافة إلى التقارير الطبية الخاصة بأحمد رفعت والتي تصف الحالة الصحية التي كان عليها قبل وفاته عاقب تعرضه لتوقف في عضلة القلب أثناء مباراة فريقي أمام الاتحاد السكندري في الدوري يوم 11 من مارس الماضي ودخوله في غيبوبة ثم استرداد واعيه ثم حديثه مع إبراهيم فايق عبر قناة مبسي مصر بأن هناك بعض المسؤولين في الدولة أدوا إلى هذا الحادث أو إلى ما حدث لأحمد رفعت في مباراة الاتحاد وكان النائب العام أمر بإجراء تحقيقات موسعة وتقوم النيابة العامة بالإعلان عن النتائج التي آلت إليها التحقيقات ربما يكون هناك بعض التورط لنادي مودرن سبورت أو مودرن فيوتشر وتورط بعض المسؤولين في نادي مودرن فيوتشر في النهاية أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر